يتواصل توافد المصريين وبعض مواطنين الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحفلات التي تقل الوافدين وسط استمرار تسهيلات وتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحية والطبية للمصريين والجنسيات الأخرى وعلى المزيد من المتابعة ينضم إلينا مرسل تلفزيون المصري الزميلة محمود جميل محمود يعني بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد التحية العمل مستمر على مدار الساعة والجهود المصرية مستمرة في استقبال الوافدين السودانيين عبر معبري قسط الوارقين وهنا في مدينة أبو سنبل وميناء أبو سنبل النهري ويتم تقديم كل الكدمات مع ازديادها وتنوعها لاستيعاب الأعداد المتزايدة عبر المعبرين الحدوديين فمزالت هذه الأعداد مستمرة أيضا استمرار الشاحنات المحملة بعدد كبير من الأمواد الجذائية وحركة التبادل التجاري بين البلدين يعني منذ قليل وقبل الهواء مباشرة كنا نتابع الصورة تجسد مدى العلاقات القوية بين الشعبين الشقيقين والتعاون الذي يتم بينهم هنا في مدينة أبو سنبل من خلال أحد المواطنين السودانيين الذي يعني يقوم بعملية نقل البضائع والتجارة إلى وادي حلفة فهو أكد على حفاوة الاستقبال وسواء هنا في مدينة أبو سنبل أو حتى في العاصمة المصرية القاهرة ودائما ما يقدم لهم كل العون وكل الدعم في أي منطقة وفي أي محافظة يتواجدون بها وخلال نقلهم أيضا للبضائع وصولا إلى وادي حلفة وأكد أيضا على أن السودان ووادي حلفة أيضا في حاجة مسى إلى مزيد من البضائع ومزيد من المواد الجذائية والمشروبات ومستلزمات الأطفال وأيضا بكان بجانبه أحد المواطنين من أهالي أسوان الذين يقومون باستخدام مركبته أو دراجته النارية بمساعدة ودعم لشقاء السودانيين الذين يصلون إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري وأكد على أنه يقدم لهم كل الدعم ويقدم لهم كل المساعدات التي يحتاجون إليها ويقوم بنقلهم إلى الأماكن التي يحتاجون إلى التنقل إليها وكان هناك أيضا أحد المواطنين السودانيين الذين جاء إلى مصر منذ عشرة أيام وهو يعود الآن إلى السودان يأمل في استعادة أعماله مرة أخرى أو أن يطمئن على أسرته الموجودة هناك في السودان أكد أيضا على حفاوة الاستقبال وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال تعبيرا بهذا النص أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسودانيين دائما يأتون إلى مصر إلى بلد الأمن والأمان وإلى بلد الجوار يعني يتم استقبالهم بحفاوة واستقبال في كل المنطقة يعني تحدثنا معه إذا كان سمع عن المبادرة التي كانت بالأمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر فيما يتعلق بتخفيف الأعباء طبعا في السودان فهو رحب بكل هذه المبادرات ويأمل في أن تكون هذه المبادرة أن تخفب بالطبع الأحداث على السودان حسنا محمودة جميل مرسلة تلفزيون المصرية كنت معنا من ميناء أبو سنبل النهرية شكرا جزيلا لك